السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده فيديو صغير يعني استمتعت بصراحة فحبيت اشارك معاكم الاستمتعة طبعا احنا على طول مضغوطين كامهات كستات بتشتغل كاباء في البيت اطفال عايزين نفك شوية وعايزين يعني ناخد رست كده ونستعيد طاقتنا علشان خلاص المدارس على الاجواب وخلاص حنستعد بقى للصحيان بدري ولل يوم الدراسي اللي بيبقى مليان مذكرة ومشحون فحبيت كده نغير جو وندخل على الدراسة بطاقة ايجابية زي ما انتو شايفين احنا رحنا شرم الشيخ رغم ان هي كانت اجازة بسيطة بس بصراحة استمتعنا هنا احنا وصلنا كده الفندق واركوش انا واخد اختصار اختصار كده واركو الطريق واحنا راحين كده احنا على باب الفندق فندق شارمينج ان فندق جميل جدا ادارته حلوة اسعاره جميلة خدماته مميزة بصراحة يعني كنا مرتاحين فيه الفندق جميل وزي ما انتو شايفين قدامه جنينة جميلة والمكان هناك فعلا فعلا يعني تستجم فيه تحسي كده بايه اللي هو بتاخد باور علشان تكملي حياتك فبصراحة الموضوع جميل جدا جدا لازم نفصل نفصل من ضغوط الحياة ونفصل من البيت ومن الروتين اليومي جايبا لكم وفاجأة بقى زي ما انتو شايفين النهاردة يعني مش عارفة اقول ايه قابلت راجل في منتهى الجمال اسمه عم عادل قابلناه على الشاطئ بصراحة فنان 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 يعني الى اقصى درجة فيه فرق بين رسام كمهنة ورسام فن هو انسان بصراحة بالممارسة وبشغله عم عادل فنان يعني بيعمل اللي مش اي حد يعرف يعملو دي ما وهبة من عندي ربنا بصراحة حبيت اشكره على الملأ كده وعلى القناة بتاعتي فعلا راجل في منتهى في منتهى الجمال هنا احنا كنا في القوضة بتاعتنا القوضة كانت على البسين المنظر كان جميل جدا 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 مريح للأعصاب نعمل كده زي ريلاكس بصراحة جميل جدا جدا طبعا حمام السباحة اسمه بول بول من الكلمات اللي بنستخدمها حتى في حياتنا العادية او كمصريين يعني وطبعا برضو الفندق اسمه اتل اتل اللي هو الفندق زي ما انتو شايفين المنظر جميل جدا وكنا بننزل نقعد على البول بصراحة يعني حاجة في منتهى الجمال شرم من الاماكن الجميلة جدا من المصايف الحلوة انا ما جربتهاش بصراحة اول مرة كنت اجربها ونصيحة لازم لازم نغير يعني مش على طول نروح اسكينة